تفقد عدد من مسؤولي السفرات الأجنبية مزارع المانجو وشاركوا في حصادها وعبروا عن تميز ثمار المانجو وسعادتهم لوجودهم في المهرجان وعلنت محافظة الإسماعيلية عن امتلاك مهرجان المانجو والذي ضم عدة عروض فنية أعقب وحفل مسائي بحضور عدد من السفراء والملحقين التجاريين إلى جانب إقامة شوادر المانجو لبايعها بسعر الجملة للجمهور والمواطنين المترددين على المحافظة طوال أسبوع المهرجان وأكد محافظة الإسماعيلية أنه تم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابط منتج المانجو والغلفة التجارية بالإسماعيلية تحت رعاية وإشراف محافظة الإسماعيلية لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان عندنا أهداف كتيرة جدا من أهم الأهداف الملتقى التخزير اللي هيكون موجودة النهاردة في نهد الجولف وهيكون طبعا عندنا البشاير الخير موجودة عندنا واحد وتلاتين سفير أو جهات البعثات الدبلوماسية من السفرات الموجودة وعندنا كمان الملحق التجاري من جميع الدول الممثلة لهذه الدول عندنا كمان الشركات التخزير عندنا كمان الشركات المصدرة عندنا المزارع عندنا الملتقى كمان اللي هو السوق المصري في المنطقة الخارجية عندنا طبعا طبقا ليه تعليمات معالي اللواء شريف محافظة الإسماعيلية نحن عندنا الأهداف السياحية كمان النهاردة عندنا الوفود من جميع محافظات مصر ومن جميع دول العالم موجودة علشان نقول إن إسماعيلية تخط تحت الخريطة السياحية من الرائع وجودنا في محافظة الإسماعيلية ونحن محظوظون لوجودنا هنا في مزرعة المانجو وأنا ذهبت بنفسي وقطفت بعض سمرات المانجو محافظة الإسماعيلية رائعة وطبعا المانجو الإسماعي لاوي مميز بطعمه الجميل من الرائع وجودنا هنا حتى نشاهد طريقة زراعة المانجو سعيدنا بالأجواء الجميلة هذه ثاني زيارة لي لمحافظة الإسماعيلية أنا أعتبر الإسماعيلية عاصمة للمانجو لذا أنا هنا بمهرجان المانجو بالإسماعيلية لمشاهدة الاحتفال زيارتنا ستتضمن جولة بالمحافظة وتفقد لمزارع المانجو فهو شيء شيء جدا لي